ومن جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة تأمين حزام بغداد وتوطيد العلاقات مع الأهالي المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي كاشف عن جهد أمني استخباراتي كبير لتأمين مناطق الحزام عبر عمليات نوعية وتوطيدات العلاقات مع الأهالي فضلا عن ملاحقة المطلوبين وتفعيل مذكرة القبض التي أسهمت كثيرا في تأمين المناطق نفع الخفاجي وجود أي تخوف من تهديد بغداد مع وجود القوات الأمنية وأن ما تقوم به من جهد أمني واستخباراتي لديه عكاسات مباشرة على أمن تلك المناطق